في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العراقيون من ناحية واتساع مساحة البلاد مع جارته ايران التي تعاني هي الاخرى من وضعا اقتصادي صعب للغاية نتيجة العقوبات الامريكية المفروضة عليها منذ سنوات من ناحية اخرى تكثر الظواهر السلبية الخطيرة والدخيلة التي قد تصل مخاطرها في احيان كثيرة الى مستويات مخيفة ومن بينها ظاهرة المخدرات سواء في الاتجار او في التعاطي في ظل تحذيرات من نتائج كارثية الا ان الخطيرة في الامر اكثر نوع المخدرات التي انتشرت مؤخرا في بغداد والبصرة واغلب مدن ومناطق اقليم كردستان والمسمى كريستال التي تعد من اخطر المخدرات واكثرها فتكا بصحة الانسان وحياته وسط تحذيرات من الانتشار الكبير للظاهرة مقارنة بالاعوام السابقة مقارنة بالعام الماضي ازدادت المخدرات بنسبة من 30 الى 50% والسبب يعود الى الزياد البطالة واغلب الشباب بدون فرص عمل ويعانون حياة صعبة مما يدفعهم الى تعاطي المخدرات ارتفاع غير مسبوق بين المتاجرين بالمخدرات والمتعاطين لها بالرغم من الاجراءات الامنية المشددة التي تقابلها خلال الفترة الماضية تمكنا القوات التابعة لمدرية اهسيش السليمانية وتابعة لمدرية مكافحة المخدرات السليمانية القبض على مجموعة من الاشخاص التي كانوا يقومون بتجارة المواد المخدرة مراقبون للشأن العراقي والايراني عزوا ارتفاع ظاهرة تعاطي المخدرات والاتجار بها في العراق بصفة عامة وفي اقليم كردستان بصفة خاصة الى الظروف الاقتصادية الصعبة والبطالة المنتشرة بين الشباب اذا اخذنا بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية في الجانبين ايران تعاني من حصار امريكي خانق اقليم كردستان ايضا هناك معدلات بطالة مرتفعة هناك ازمة مالية تدفع بالتأكيد الشباب الى الانحراف وما بين الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن العراقي والانفلات الامني في بعض مناطق البلاد وتداعية وباء كورونا والاعباء التي تثقل الجبال تضيف المواد المخدرة من هيروين وكريستال والترياق وحشيشة وغيرها من المواد المخدرة اعباء اخرى تحتاج الى معالجات انية وحقيقية وناجعة قبل فوات الاوان ملتا birه قبل فوات الاوان اصبح ولفوات اكتمام انظر ارجان انظر اقى اقلبوا المخدر şim landscaper اقلبوا المفرس